السر من خمس خطوات لإنجاز كل شيء ها أنت ابتلقت سلاسين دقيقة وضغطت وقت مشاهدة التلفزيون والفيديو في عدد ساعات أقل لقد بدأت في النشاط بالفعل وتخصيص وقت لكل الأشياء المختلفة التي تريد معرفة المزيد عنها الآن الحقيقة أنك ستكون مشغولا حقا نحن جميعا كذلك أمتلك المئات من الأشياء التي أحتاج إلى حزفها من قائمة المهام الخاصة بي كل يوم الرد على رسائل البريد الإلكتروني خضور الاجتماعات إعادة الرد على المكالمات الهاتفية الرد على الرسائل النصية استحاب الأطفال من الجنباز ودروس الرسم إنهاء مشاريع العمل البدء في مهام المنزل أدركت ذات يوم أن قائمتي أصبحت أطول وبدت أيامي أقصر وواجهت صعوبة في إنجاز كل شيء ومن أجل البقاء على قيد الحياة توصلت إلى سر يتكوى من خمس خطوات لإنجاز كل شيء إذا كنت مشغولا أنت كذلك فلا تتردد في استخدامه واحد اعترف أنه من المحتمل أن لا تتمكن من إنجاز كل شيء اثنين تمهل على نفسك وتقبل الأمر على أنه واقع وليس فشلا ثلاثة افعل الأشياء التي تستطيع القيام بها بانتباء تام أربعة احتفل بما يحدث خلال الخطوة رقم ثلاثة بدلا من الهوث بالأشياء التي لم تقدر على الوصول إليها خمسة قرر ما سبق حسب الضرورة هذا كل شيء وقد فكرت في تحويل هذه القائمة إلى تطبيق عملي لكن سيكون التفقده مجرد شيء آخر عليك القيام به كل يوم بدلا من ذلك اقتطع هذه الصفحات في حسب والسقها على سلاجتك أو أي جهاز آخر ثم ابدأ في الخطوة الأولى إذا تمكنت من إنجاز ذلك فإنك على وشك الانتهاء بنسبة 99% من تلك النقطة وسيصبح لديك فهم أفضل بكثير كي تكون أكثر روعة في أغلب الأحيان تحطم الطائرة خلف غابة الأصوات مباشرة حيث كان الخوف أول من يظهر على الطريق الرائع سوف تتعصر في حادث تحطم طائرة وسيسير معظمنا بجانبه ونحن نحمل ذلك الفضول المغزي الذي نشعر به في حسب عندما نمر بحادث سيارة على الطريق السريع لكن إذا أردنا أن نكون رائعين نحتاج إلى التوقف والنظر عن كرد وبما أننا أنقذنا للتو 30 دقيقة فقد صرنا نمتلك الوقت لقد ألقيت نظر فاحصة منذ بضع سنوات ولأقول لك الحقيقة رغبت دائما أن أبكث حادث تحطم الطائرة هذا ليس حادثا بمعنى الحوادث العنيفة التي تقع في الجبال حيث تدبر على أن تلتهم الأشخاص الذين لم ينجوا هذا مقرف لكن أردت فقط أن يتحطم جزء من الصقف وأن تطير بعض الحقائب التي كانت كبيرة جدا في المقام الأول من الجزء المحطم ثم أهبط بأمان فأتخذ جولة سريعة في أروع من ظلق ماء في العالم وقد أنقذ بعض الناس من كرة نارية من نوع الماء أو أقفز أسفل ذلك الشيء الكبير وأتجول في حقر زرع أو أطفل فوق جزء خالي من أسماك الكرش في بحر الكريم المعتدل لبداع ساعات وفي النهاية أعود ثم أجري بعض المقابلات وربما أذهب إلى ليترمان في ستة أنيقة مظهر وأكتب كتابا والأفضل من ذلك كله أنه سيكون لدي الشيء الذي تنقله دائما تجارب الاقتراب من الموت ألا وهو السبب لكي أعيش لم ينجو أحد من حادث تحطم طائرة ثم يقول جعلني ذلك أرغب في مشاهدة التلفاز أكثر من ذي قاب عندما تومد حياتك أمام عينيك تبدأ في إدراك كيف كنت تأخذ عروض عمل الكعك كأمر مسلم به لا يحدث ذلك بل يقولون أشياء مثل لن تعود حياتي كما كانت مرة أخرى أريد أن أعانك الأشخاص لفترة أطول واستنشك المزيد من الظهور وأستطيع أن أتزوق نابات الكبار بطريقة لن تفهموها أنتم أيها الأشخاص الذين يمروا بتجربة القرب من الموت إذا أثناء سعي في إيجاد المعنى أعتقدت أنه قد يكون اختصارا رائعا المشكلة هي أنه ليس من السهل الوقوع في حادث تحطم طائرة بل إنه تقريبا مستحيل من الناحية الإحصائية لذلك قررت تزييف موتي كما ما فعلته كان بناء طائرة صغيرة في رأسي وبعد إذن جعلتها تصطدم بالأرض ثم سألت نفسي سؤالا واحدا ما هو الشيء الذي سوف أندم على عدم فعله إذا ميت اليوم تعتقد أن الأمر سيستغرق أكثر من ذلك ولكن تظاهر أن الطائرة من السهل تدميرها بشكل مفاجئ فكرت في السؤال المطروح لبداع دقائق ثم كتبت هذا في دفتر ملاحظاتي زي الخطوط الضيقة الدفاتل زي الخطوط الواسع للأشخاص الكسالة إذا ميت اليوم واحد لن أستطيع تأليف كتاب اثنين لن أستطيع أن أحب زوجتي ثلاثة لن أتمكن من اللعب مع أطفالي ترتيب تلك القائمة يجب أن يؤكد لك أنني صادق حيث أنني وضعت تأليف الكتاب فوق أحب زوجتي وألعب مع أطفالي وقد جاء أطفالي في المرتبة الثالثة ما هذه الوقاحة وقال رجل مسيحي كان يجب على الأقل أن أعطي لله جزء من تلك القائمة على أقل تقدير كان ينبغي أن أقول لن أستطيع أن أعبد الله لكن عذري أنني إذا مت فسأكون في الجنة مع الله لذلك ربما أنني لست في خطر فيما يتعلق بهذه النقطة بغض النظر على أن قائمتي كانت تفتقر للنبل لكن كان لدي قائمة على الأقل وقد حدقت النظر فيها لمدة دقيقة ثم فكرت أنها لم يكن لها تأثير بأي شكل في حياتي أراحل أن نبات الكبار سيكون له نفس المزاق بعد ظهري هذا اليوم وأنني لن ألاحظ غدا كيف تتعلق حباتي ندى الصباح التوزجة على شجيرات الليلاك لذلك سألت نفسي سؤالا آخر هل هذه هي الأشياء التي أقضي وقتي فيها الآن؟ شعرت بلكمة في المعدة وفجأة بدأت تلك القائمة الممتعة من أحلام المستقبل أن تطاردني إذا كانت هذه الأشياء السلاسة الأقصر هامية بالنسبة لي لماذا لا أقتل كثير من الوقت في مطاردتها؟ وماذا كنت أنتظر؟ إذا كانت مهمة فلماذا لم أفعل أي منها حقا؟ لذلك اليوم قررت أن أغير حياتي قد كتبت كتابا استحبت زوجتي إلى عشاء على ضوء الشموع في مطعم يضع الأسعار في قائمة مكتوبة بخط اليد وقمت ببناء منزل الشجرة مع أطفالي والذي يحتوي على باب خفي وأرجوحة من الإطارات استغرق الأمر بأكمل حوالي أربع ساعات لكن في الحقيقة لم يكن هذا ما فعلته أود تعديل ماضي وأخباركم بأن هذين السؤالين أصبحوا دافعين ومنذ تلك اللحظة فصاعدا اختلفت حياتي بأكملها لكن لن يحدث ذلك فإن ميدان التعلم لا يوفي مركبات الهروب إلى ميدان الإتقان بدلا من ذلك شعرت أنني تلقيت دعوة لأكون أكثر روعة في أغلب الأحيان لم أكن سأنتظر نوبة مرض السرطان أو تحطم طائرة حقيقية لتعلمني أن الحياة عابرة لم أكن بحاجة أن يومد كل شيء أمام عيني كي أعلم أنه سوف يحدث في يوم من الأيام لقد تلقيت بطاقة بردية شديدة الروعة وكان بها سؤالان واحد إذا ميت اليوم ما ليس أندم على عدم قدراتي القيام به اثنين هل هذه هي الأشياء التي أقضي الوقت في فعلها الآن وكنت أمتلك الخيار في أن أجيب على هذه الأسئلة تماما إذا أنني يمكنني تجاهلهم وأستيقص في الخامسة والسبعين من عمري نادما على حياتي وفاجئ بأن الأمر على وشك الانتهاء أو يمكنني أن أتصارع مع هذه الأسئلة وأعترف ببعض الأشياء إنني كنت خائفا من تأريف كتاب قد كان الحديث عن الأمر أسهل وأكثر أمانة من المحاولة وربما اكتشفت أنه ليس لدي ما يلزم القيام به وقد تمسكت باللمبالاة بإحكام مثل الدرع على صدري لسنوات متظاهرا أنني لم أهتم حقا بتأليف كتاب قلت كسهولا أيضا وراضيا أن أكون زوجا عاديا وأبا عاديا لم تكن تلك الأشياء ممتعة للاعتراف بها بنسبة لي لكنها تسببت في قدر معي من الوضوح إذا لم أغير شيئا فإن السنين كانت سوف تتكدس فوق بعضها البعض حتى لا يتبقى لي أي شيء وهذا ما يحدث للمعظم الأشخاص في نهاية حياتهم وذلك ما اكتشفته بروني وير في مرضاها تعمل بروني ممرضة في استراليا وقد أمضت سنوات في رعاية الناس في الأسابيع الأخيرة من حياتهم وكتبت كتابا بعنوان كان الشيء الأول الذي يندم عليه الناس وأتمنى لو انت لكتش جعل أعيش حياة صادقة مع نفسي وليس الحياة التي توقع من الأخرون قالت وير كان هذا هو الندم الأكثر شيوعا للجميع عندما يدرك الناس أن حياتهم أوشكت على الانتهاء وينزرون عليها بوضوح من السهل رؤية كم عدد الأحلام التي لا تتحقق لم يهتم معظم الأشخاص حتى بنصف أحلامهم وكان عليهم أن يموتوا وهم يعلمون أن ذلك كان بسبب الاختيارات التي اتخذوها أو التي لم يتخذوها إن الصحة تجرب حرية يدركها عدد قليل جدا من الناس إلى أن يصبحوا لا يمتلكونها فيما بعد بالنسبة للإنسان العادي فإن حقيقة الموت هي الشيء الوحيد الأكثر قوة من الخوف أن تعيش الحياة التي تريدها حقا لكن هذا ليس كتابا عن كيف تصبح عاديا بل عن كيف تصبح رائعا لست متأكدا من كيفية إجابتك على هذين السؤالين السابقين لكنني أعرف أنك إذا كنت ستصبح أكثر روعة في أغلب الأحيان تحتاج أن تجيب عليهم ويفضل أن تفعل ذلك في فترة طويلة قبل أن تحتاج إلى ممرضة مثل بروني وير اصعد في طائرتك الخاصة وحطمها اليوم هناك الكثير من الأماكن المتاحة في ميدان التعلو من أجل حطام آخر محترق هل توصلت إلى إجابة مثالية لأسئلة تحطم الطائرة نعم استغرق الأمر مني حوالي خمس عشر دقيقة فقط ثم بعد ذلك طلبت العصير بعد ظهر يوم ممتع أعتقد أن هناك شيئا خاطئا في طريقتك هذا ما نفكر فيه عندما نبدأ في تعلم الطرق لنكون أكثر روعة في أغلب الأحيان إذن نعتقد أنه يجب أن يكون عملا سهلا وعندما لا يكون كذلك نريد أن نستسلم الحقيقة هي أن معرفة من نحن حقا نادرا ما يكون أمرا سهلا قد يبدو هذا المصار جديدا في البداية فقد يبدو العبور خلال ميدان التعلم كأنه رحلة تحدث للمرة الأولى لكن الشيء المضحك هو أنك أخفيت عن نفسك الدلائل الموجودة في أنحاء هذا الطريق إلى الأبد كانت تلك الدلائل حول ما تحب أن تفعله حقا تلك التي لم تصل جميعها إلى هذا المدى في حياتك ولكنها تظل متناثرة أكثر مما تتخيل في جميع أنحاء ميدان التعلم الدلائل تكون مثل طريق رجل كعكة زنجبيل الذي يوجهك إلى مفهومك عن الروعة وطريق رجل كعكة زنجبيل هذا هي قصة أطفال عن كعكة على شكل رجل صغير تسير في الطريق مليء بالصعاب إلى أن تصل إلى وجهتها صحيحة فإذا كنت قد تعفيت من صدمة التظاهر وخيبة الأمل أنك لم تركب ذلك المنتظر أصفر القابل لنفر فقد حان الوقت للبحث عن بعض الدلائل خاصة أنها يمكن أن تأتي في أغرب من أغرب الأماكن أو هكذا تعلمت من والدة زوجتي عندما انطلقت مدونتي وبدأت أن أتوجه حقا نحو حلمي سألها الناس دائما كيف يفعل كل هذه الأشياء وكانت إجابتها لأصدقائها مثالية هذا هو سؤال خطأ الذي يجب ترفعه السؤال الحقيقي هو كيف لم يفعل كل ذلك من قبل أين كانت ألاف الكلمات التي تذهب الآن إلى وسائل التواصل الاجتماعي وتألف الكتاب قبل أن أبدأ في العمل عن حلمي لم تكن تلك الكلمات شيئا جديدا بالنسبة لي لما تحول إلى شخص مختلف تماما في سن الثلاثين لطالما كانت لدي تلك الأفكار بداخلي والآن بعد أن أصبح لهم تواجد تسألت والدة زوجتي أين كانت من قبل الجواب هو أنها كانت في صورة ملاحظات اللاسقة كنت أكتب التغريدات قبل عشر سنوات من إطلاق التويتر أكتب الأفكار قصيرة مثل أتمنى لو كنت أعرف المزيد من الأسرياء غير سعاداء ثم أتركهم على طاولة المطبخ كانت زوجتي تتخلص منها جميعا بعد أسبوع لأنها بدت وكأنها كومة من القمامة فأقول لها إنها قد تخلصت للتو من الرواية الأمريكية العظيمة وقد كان هذا شيئا ممتع للغاية ونحن نفعله لم أكن أعلم حين ذلك لكن تلك الرغبة في مشاركة الأفكار وتأليف الكتب ومساعدة الناس حاولت أن تخترق أيامي لسنوات وكانت ترسل إشارات من أعماق قلبي لعقود في محاولات لجذب انتباهي لكنني لم أنتبه لها ولا أريد أن يحدث لك شيء نفس الشيء إذا واجهت صعوبة في الإجابة على سؤال تحطم الطائرة دعنا نتوجه إلى نقطة الروعة من زاوية مختلفة قليلة بدلا من أن تسأل ما الذي أحب أن أبدأ به دعنا نسأل ما هو الشيء الذي لا يمكنني التوقف على القيام به ما هو الشيء الذي تعاود الرجوع إليه بالنسبة لي كان ذلك الشيء هو كتابة الأفكار فإنني مهما حاولت قدر المستطاع لم أستطع التوقف عن ترك المراحزات لجميع أنحاء المنزل وكتابة رسائل بريد الإلكتروني طويلة للأصدقاء تحتوي على أفكار مبعصرة أو لا يستحوز على حفلات العشاء عن طريق أغذي الأصدقاء جانبا لسماع أفكار بالإكرار ما هو الشيء الذي لا يمكنك التوافق عن فعله؟ من المحتمل أن هناك بعضا من الشغف أو الحلم أو النشاط الذي استمر لسنواته لكنك لا تحترمه نحن لا نفعل ذلك أبدا ذات ليلة أخبرني صديقي كريس وهو في أواخر السلسينيات من عمره أنا فقط لا أعرف أي من الأشياء التي أمتلك شغفا تجاهها كان من ممكن أن يكون ذلك مزعجا إذا لم يجعلني أرى للتو سيارة السكك الحددية العطيقة التي أمضى شهورا في إعادة بنائها وتجديدها بيده المجردة هذا الشيء الذي كان يوما قطعة منسية من الخشب والمعدن في كومة القمامة تم تشكيله بمحبة وبشدة كي يصبح تحفى في غرفة معيشاته لكنه لم يكن متأكدا ما هو شغفه نحن سيئون حينما يتعلق الأمر برؤية إمكانية أحلامنا إذ أن أحلامنا تمكس هناك تختبئ في ظلال أيامنا تنتظر أن نعترف أنها مهمة تنتظر أن ندرك أن كومة من الملاحظات يمكن أن تكون كتابا أو أن حب التطوع المستمر في مأوى للحيوانات المحلية ممكن أن يكون عملا أو الإصرار على حضور حفلات مام فورد والأبناء لمدة ثلاث ليالي متتالية يمكن أن يكون بداية لشيء أكبر إذن ما الذي لا يمكنك التوقف عن فعلا؟ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة